مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب يبدأ إنجيل يحنى بتأكيد لهوت المسيح فيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ويختتم الإنجيل أيضا بتأكيد لهوت المسيح من خلال اعتراف توما عندما قال للرب يسوع ربي وإلهي إلا أن المشككين ما زالوا يشككون في لهوت المسيح وتحدثنا الإسبوع الماضي عن هذه العبارة المهمة التي افتتح بها يحنى إنجيله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان بدأنا الحديث عن الطعن في لهوت المسيح من خلال التلاعب بأن يحنى ليس هو الكاتب وأن هذه الفقرة أساسا مقدمة يحنى ليست فقرة أصيلة وأثبتنا بالدليل والبرهان أن ما يقوله المدعين من إدعاءات ومن طعن غير حقيقي لكن قبل ما أكمل النهاردة موضوعي عن والكلمة الجزء الأخير وكان الكلمة الله وهل هو ترجمتها وكان الكلمة الله أم وكان الكلمة إله قبل ما أتكلم عن الجزء ده حابب أوريكم تعليق من أحد الإخوة وزي ما قلت قبل كده غالبا هربان من طار في الصعيد فمسمي نفسه الأسد المرعب كويس وإزاي بيفكر إزاي الإخوة المسلمين ده على فكرة ده تعليقه على الحلقة يعني هو راح لحتة تاني بعيدة عن الحلقة نفسها لكن بس أنا حابب أوريكم مدى التلخبط واللخبطة اللي فيها المسلم وهو بيناقش الإيمان المسيحي بيقول إيه بيقول معظم النصارى كويس معظم النصارى ومسلمين فاهمين أن قبر الرب يسوع تحت الأرض مين قالك كده جبتها منين دي ده إحنا كل الصور في كل مكان في كل مكان بتوريك قبر في الصخر وبتوريك حجر محدود إزاي يعني هقول إيه عليه يعني يا أسكى أخواتك إنت بتفكر إنه لما تحط الحجر تحط فين حتى على التابوت اللي محتوط في الأرض لا كلنا عارفين كده فهو بيتكلم عن جهل هو الوحيد هو الوحيد اللي مكتشف الحقيقة دي حديثا يعني لكن مفيش مسيحي أبدا أنا قابلته في حياتي من وانا صغير أعرف أن القبر ده منحوط في الصخر أعرف أن القبر كان محطوط عليه وعلى بابه محطوط عليه حجر وزنه يمكن عشرة أو أكثر من عشرة يعني إنما خلينا نكمل بمعنى أن جسد المسيح وضع داخل حفرة وتم الردم عليها بالتراب ده يعني وذلك خطأ بجد شكرا على المعلومة عموما أنا بنشكرك جدا على يعني نورة المحكمة نورة المحكمة فقبر يسوع أبارعا غرفة جيدة جيدة التهوية في الأرض مساحتها من اتنين اتنين في تلاتة متر وارتفاع سقفها اتنين متخبير هو في القبور اليهودية وعلى يمين الداخل يوجد مصطبة من الصخر تتسع لنوم شخص واحد فقط يعني غرفة جميلة ويسعد كثير من الفقراء العيش فيها يعني ربنا يجعلها من نصيبك كويس وهذا الوصف للحجرة يؤكد خلي بالك ورايح فين وهذا الوصف للحجرة يؤكد فكرة أن يسوع عندما أدخل إلى الغرفة بواسطة أصدقائه المقربين جدا منه لم يكن ميت ولكنه كان مغشيا عليه فقط من شدة التعذيب هو كل القصة دي بيلف ويدورك أسك أخواته دا في أنه يقولك أنه نظرية الإغماء أنه يسوع لم يموت على الصليب فبالتالي تأكيد العسكر الرومان أنه مات كس العسكر الرومان لأرجل المصلوبين مع المسيح حتى يعجلوا بموتهم رؤيتهم للمسيح أنه مات فلم يكسروا رجليه طعن العسكر المسيح بالحرب لكيما يتأكدوا من أنه فعلا قد مات كل دي بالنسبة له هو يعني لا تسوي شيء هو بس يعني هو المفكر كويس هذا خلوا بالك بقى يعني هو بيقولك أنه المسيح لم يموت المسيح أغم عليه المسيح كويس المسيح أغم عليه ويتحط في القبر ولما تحط في القبر كويس جات له كده قوة فبعد كم يوم فاء فراح طلع من القبر ودي نظرية الإغماء زي ما كلنا عارفنا بص بقى هو يروح في حتة تاني بيقولك إيه هذا وجدير بالذكر أن أمه مريم العزراء لم تحضر ولم تتواجد في المشهد الخاص بنقل جسد ابنها يسوع من على الصليب إلى القبر هو طبعا بيخمن هو ما يعرفش ونحن عندنا مبدأ عدم ذكر شيء لا يعني عدم حدوثه أوقات الكاتب بيكون تركيزه على حاجة واحدة مش بيكتب لنا كل التفاصيل فعدم ذكرها كويس لا يعني عدم حدوثها لكن خلينا نكمل لأنها كانت تعلم خلي بل هي مريم هو بيقولك مريم العزراء لم تتواجد في المشهد الخاص بأنه راح إلى القبر حطوه في القبر كويس لأنها كانت تعلم أن المسلوب ليس ابن يسوع وهنا هنا التناقض زي ما احنا بنقول نقول تور يقول روح لبوه يعني انت من شوية بتقول ان يسوع أغمى عليه وتوضع في القبر وقام وبعدين بعد كده تقول انه هذا المسلوب لما خدوه عشان يحطوه في القبر لم يكن هو يسوع انت بتتكلم عن مين يعني انت بتتكلم عن عن مين طيب خلينا ناخد الأخ هلال من الجزائر ونرجع نكمل موضوعنا أهلو أهلا بك قص أشرة أهلين بك كيف الحال كيفك انت كيف أخبارك تمام يعني عملت حلقة أسبوع اللي فات كانت جيدة أشكرك يعني حبه ذو لو عملت يعني كنت المصادر يعني عملتهم في الشاشة حاضر أنا ممكن أحب المصادر تحت الفيديو بتاع اليوتيوب أو الحلقة كنت ترد على الدكتور يعني منقذ أنه إنجيل يوحن إنجيل يوحن فيه أنه يتكتب هو كاتب وبداية الإنجيل يعني تؤيد أنه يعني يوحن كتبها ألوهيته كذلك شيء جميل أريد أن أعلق على قضية الصلب يعني لماذا المسلمين يعني المسلمين لا يريدون يعني الصلب أعتقد أعتقد أنها فكرة يهودية على أساس أنه المسيح لا يمكن أن يصلب يعني أنا هذا لأعتقادي أنه عندما يأتي المسيح لا يمكن أن يصلب لازم الله يرفعه إلى السماء ثم يعود وهم يؤمنون بالعودة الثانية يعني كذلكم يعني لكن هذه يعني اختصار شديد هذه بذلك يقولون لم يصلب أغمي عليه التلاميذ هربوا ممكن النسوان شافوه في الأخير يعني ظهر لهم لم يصدقوا يعني حتى أنهم لم يظهر للفرسيين هناك الناس يقول لك لماذا لم يظهر يسوع للفرسيين قال له في بطن الحوت ثلث أيام وعدهم بآية يعني هناك مستيجد يقول لك أنه الفرسيين والصدقيين أعتقد تحدوه قالوا له ما آية التي تعطوها يقال له جيل فاسد يريد آية ثم قال لهم في كما كان كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هكذا يكون ابن الإنسان أيوة ثم بعدين يقول لك هل صح يسوع ظهر للفرسيين وصدقين يقول لك لا إذن رفعوا الله ولم يصلب هذه النظرية يعني بس حتى أعرف أخي هلال حتى المصادر اليهودية التاريخية كويس وإن كانت لا تؤمن بأن يسوع هو المسيئ إلا أنها تؤكد أن يسوع شخص تاريخي عايش في اليهودية وتم الحكم عليه بالصلب والموت كويس يعني أي مصدر تاريخي بالزبط فضل لم تفهم لم تفهمني قلت لك يعني اليهود المسيحيين قالوا تحد يسوع في القيامة قالوا أعطيني آية قال لهم سأقعد في بطر الحوت ثلاثة قال لهم سأقوم من الأموات فيقول لك اليهود الفرسيين لم يروا ذلك لذلك لا يؤمنوا بأن يسوع من الله أو قام من الأموات أتمنى أنك فهمت فهمتك فليهود يستشهدون بهذه الآية والمسلمين أخذوها من اليهود هذا صح المسلمين أخذوا كل حاجة من اليهود صح وغلط كويس كل حاجة هذا الشيء اللي أريد المتخدمين شكرا 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 لك ربي بارك أنا متابع لبرنابجك أشكرا ربنا يخليك شكرا لك طيب نيجي للحلقة بتاعتني أنا بس حبيتها وريكوا ماذا اللخبطها أو التلخبط الفكري اللي عايش في المسلمين هو في نفس الباراجراف يقول المسيح أغم عليه ولم يمت كويس وحطوه في القبر وفي نفس الباراجراف يقول لك المريم ما راحتش عند القبر لأنها كتعرفها أن المسلوب مش هو ابنها يعني طيب نرجع إلى موضوع الحلقة وكان الكلمة الله وكان الكلمة الله المرة اللي فاتت وريتكم المنهجية المسلم للطعن في لهوت المسيح وبالأخص طعنه في إنجيل يحنى وهذه المنهجية مبنية على أربع أسس أول أساس هو الطعن في إنجيل يحنى عشان يطعن في لهوت المسيح هيبدأ يطعن فيه كاتب إنجيل يحنى وإنه كاتب إنجيل يحنى ما نعرفهوش كاتب متأخر جي في القرن التالي الجزء الأخير من القرن التالي كل الأشياء دي كويس طبعا دي كلها دي كلها اتدمرت اتدمرت مع وجود البردية وهيتعتبر من أقدم البرديات أو الفريجمنت يعني أو القصاصة اللي اكتشفت من إنجيل يحنى والتي يعود تاريخها إلى 120 ميلادية والعلماء بيقولوا خمسين سنة قبل وكم سنة بعد فدي دمرت هذه النظرية فإنجيل يحنى علشان يكتشف هذه القصاصة تكتشف في مصر وهو أساسا كتب في أفاسوس وأخت سنين عبا لما يبدأ كل كنيسة تعمل لها نسخة ومن الإنجيل ويكون عندها نص الإنجيل فأكيد يحنى كتب إنجيله قبل سنة 90 ميلادية كويس لكن تسعنا في إنجيل يحنى وردتكم الأسبوع اللي فات مدى كذب وتدليس الدكتور منقذ السقار ومدى يعني خبثه خبثه في الاقتباسات في الاقتباسات يعني لما اقتبس من الدكتور فهيم عزيز الأسبوع الماضي حظه السيء إنه الكتب اللي بيكتبس منها يعني أنا بيكون لي يا إما موجود عندي يا إما عندي أكسس لها إنه إنه لما اقتبس من كلام الدكتور فهيم عزيز في المدخل العهد الجديد واكتبس العبارة اللي قالها الدكتور فهيم عزيز إنه الله يعلم مين هو الكاتب لكن العبارة اللي بعدها على طول الدكتور فهيم قال إيه قال إنه يوجد مدرستين بخصوص إنجيل يحنى ده بيكتب لأنه شخص أكاديمي بيعلم في كلية لهود فبيقول لجماعة فيه ناس بتؤمن بي إن يحنى الكاتب وفيه ناس بتؤمن أن يحنى مش هو الكاتب لكن الملخص اللي وصل إليه الدكتور فهيم عزيز إنه يحنى هو الكاتب في نفس الفصل اللي بيكلم فيه وبعدين قبل ما يحط النظريات التانية والبعد أن يحنى ليس هو الكاتب حتى إنه البعد يؤمن أن يحنى هو الكاتب إنما الدكتور منكز يعمل إيه ياخد العبارات من نفس البراجراف اللي هي تتماشى مع فكره أن يحنى ليس هو الكاتب ويترك العبارات اللي بيأكد فيها الدكتور فهيم عزيز أن يحنى هو الكاتب وردكو قد إيه هو بيتلاعب بالاقتباسات أي مسلم بيجيب لك اقتباس بيجيب اقتباس يمشى على هواه يمشى على هواه بيجيب لك نص هو عايزه يمشي مع الفكر بتاعه هو ونشوف كتير حاجة تانية الطعن في مقدمة إنجيل يوحنى قال لك أوكي لو إنجيل يوحنى ككاتب فشلت أنه نطعن فيه يبقى نطعن فيه مقدمة إنجيل يوحنى وأن يوحنى ليس هو الكاتب لهذه المقدمة وإنه هذه المقدمة كانت ترنيمة وعلى فكرة كل العلماء الذين يقولون إن هذه كانت ترنيمة ما عندهمش دليل قد يكون الدليل يعني مثلا لما ياخد بعض العبارات الشعرية اللي ممكن تكون موجودة ويقولك إنه دي على أساس إنها مكتوبة بالشعر فهذا كانت ترنيمة بترنم ممكن تكون ترنيمة بترنم ممكن ما حدش يعرف داتس افتراد داتس افتراد ما عندناش تأكيد ما عندناش مخطوطة بتقول إنه هذا الجزء كان يرنم في المناطق الفلانية قبل أن يكتب فيه إنجيل متى بلسان أو إنجيل يوحنى لكن هو عايز يطعن فيه لهوت المسيح فبيطعن فيه مصدقية الكاتب يطعن فيه انتماء هذا الجزء وشفنا إنه هذه المقدمة ليمكن أن تنفصل عن إنجيل يوحنى وزي ما قال أحد العلماء اللي هو دكتور باريت إنه قال إنه يوحنى كتب إنجيله كله في ضوء أول آية من الإنجيل لأنه لو ما كانتش هذه الآية موجودة يبقى كل الأعمال والأقوال التي صنعها يسوع في الإنجيل تعتبر تجديف لو لم يكن يسوع هو الله كلمة الله الأزل المتجسد وكلمنا عن الجزء ده الجزء الثالث بقى أو الأساس الثالث اللي بيبنوا عليه تعنهم هو إنه آية دي طب أوكي هناخدها على إنها كتبها يوحنى بس يوحنى أساسا استعار فكرة اللوجوس من خلوا بالكم من الفلسفة اليونانية ولازم يحط جنبها عبارة الوثنية كويس فهي اللوجوس فكر وثني هو مش عايز يقول لك إنه فكر يوناني مثلا لا 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 هو عايز يحط يأكد على الفكر الوثني وده اللي هنشوفه في الفيديو اللي هنتفرج عليه بتاع الدكتور منقز بيقرأ 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 من الدكتور فهيما عزيز بس لازم يحط الفليفر بتاعته لازم يحط الفليفر بتاعته يعني يعني لازم يحط الفكرة لازم يحط الفكر الوثني ناخد الفيديو الأولاني وبعدين نعلق عليه من الفكر اليوناني الوثني أيوة لنبدأ بما يقول القس الدكتور فهيما عزيز ماشي يقول المثال الواضح جدا في استخدام كتاب العهد الجديد للأفكار اليونانية لتوصيل الرسالة المسيحية هو ما جاء في مقدمة إنجيل يوحنى حينما استخدم كثيرا من المصطلحات الفلسفية اليونانية مثل الكلمة من فين هذه أتوا بها؟ أتوا بها من الفكر اليوناني الوثني خلوا بالك خلوا بالك لو قرأتوا الجزء اللي قدامك ده مش هتلاقوا كلمة الوثني موجودة وعيز؟ وبعدين الفكر اليوناني اللي بيتكلم عنه ده ده فكر فيلسوف يهودي اسكندراني كان عايش في اسكندرية يعني هو أساسا أراد أنه يوضح أو يعبر عن الإيمان اليهودي كويس؟ بفكر فلسفي فعنده الكلمة في العهد الأديم اللي هي دبار أو بالأرامي ممرة كويس وحابب أنه يقول لهم يا جماعة الكلمة في العهد الأديم هي فكر الله هي نطق الله هي عقل الله فالكلمة اليونانية هي لوجوس فهو اللي بيقول عليه إنه هو فكر وثني لأساسا فكر فيلسوف يهودي وليس وثني كم الوثني وهو تعبير مشهور عند الفلاسفة وأشهرهم في لوء اليهودي الإسكندران إذن أتوا بهذا من فين؟ بحسب القصة أيوة أتى بها من عند الوثنيين الوثنيين هي دي النقطة هي دي النقطة أتى بها من عند الوثنيين هو حرام أن يقول لك إنه من عند اليونانيين لازم يقول من عند الوثنيين عشان هو عايز يربط ما بين المسيحية والوثنية ده ده الفكر بتاع الدكتور منقذ عايز يربط ما بين الفكر المسيحي والفكر الوثني فعايزك أنت كمشاهد وإنت بتقرأ الاقتباس ده تقول ياه ده فعلا ده إذا كان الدكتور فهم عزيز بيقول إنه الفكر ده وثني يبقى صح كويس؟ طيب أنا أكلم عن الجزء ده وبعدين الطعن في التركيب اللغوي ليحانا واحد خليني الأول يا دكتور منقذ احتمال تتعلم حاجة النهاردة أتمنى إنك تتعلمها أتمنى أن أنت تكون أمين في بحثك أتمنى أنك تكون أمين في اقتباساتك بس هتجيبها منين إذا كان أساسا الكذب عندك محلل وإنت في حرب إنت في حرب مع المسيحيين المشركين وأمام نصرة الإسلام تجذب ولا تعلم أن واحدة أو صفة من الصفات التي إذا امتلكها الإنسان لا يرس ملكوت السماوات هي الكذابون ونص الحقيقة كذب تسعة وتسعين في المية من الحقيقة كذب الحقيقة تكون حقيقة كاملة الخلفية اليهودية للكلمة اللوجوس خلفية اليهودية للكلمة أو اللوجوس هل هناك خلفية يهودية يحنى متأثر بيها ولا يحنى متأثر بالفكر اليوناني الوثني كما يدعي مونك السقار أنا أريك النهاردة إنه فكر يوحنى 100% 100% فكر يهودي وليس فكر يوناني كويس الله لم يره أحد قط مين كاتب هذه العبارة مين اللي قالها يوحنى الحبيب يوحنى الحبيب قال لنا العبارة دي في نفس المقدمة بتاعة إنجيل يوحنى الله لم يره أحد قط هل هذه العبارة عبارة أصيلة صح نعم هل هذا هو الفكر اليهودي أيوة الله لم يره أحد قط كتبها يوحنى الحبيب تلميذ المسيح اليهودي الأصل يهودي نفس يوحنى لألنا الله لم يره أحد قط هو نفسه اللي قال لنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هو نفسه نفس الشخص السؤال المهم بقى اللي بيشغل كثيرين متعلق بلوجوس كلمة من هو هذا الكلمة من هو وما هي علاقته بالله ايه علاقة الكلمة بالله خلوا بالكو أن يوحنى يوحنى الحبيب في الآية الأولى قال لنا أن الكلمة كان عند الله with god والكلمة وكان الكلمة الله was god هو عند الله وهو الله نشرحها أكتر رسول يوحنى قال أكتر من كده يوحنى لقال الله لم يره أحد قد قال لنا أنه وكان الكلمة الله وبعدين قال لنا حاجة تانية كل شيء به كان بإيه بالكلمة كلمة عن الكلمة وكان الكلمة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان عشان كده زي ما قال أحد اللهوتيين أنه حنى كتب إنجيله كله في ضوء العبارة الأولى وكان الكلمة الله علشان هو هنا بيقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان بواسطته 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 صنعت ووجدت الخليقة بواسطة كلمة الله كلمة الله هو الاجent هو الوسيط الذي خلق خلق كل الخليقة يدعي الدكتور مونكس طبعا إنه هذا اللوجوس أو الكلمة مقتبس من الفلسفة اليونانية الوثنية كويس لكن في الحقيقة يوحن الحبيب اكتبس هذا المفهوم عن الكلمة من العهد القديم وليس من الفلسفة اليونانية من العهد القديم وليس من الفلسفة اليونانية طيب أخذ مدخلة وهرجع أكمل مع حضرتكم هذا الجزء المهم سلام أخونا زكريا كيفك نشكر رب اتفضل أشكر على برنامج عبر الكتاب لأنه برنامج أكاديمي يعني تلمي بخصوص موضوع الحلقة حول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله حسب إنجيل يحن المقدس الأول آية الأول لأن يسف المسيح هو الله هو الله هو الروح القدس يعني لأنه يسف المسيح أشارت على يديه معديدين شياء الموتق شفاء أعميين طرق الشيطان يعني العديد وشفاء رجل أصب وكذلك شفاء رجل أعمق حيث عاد له بطرة وعني ومجدت السمك كثير إقامة الموتق إقامة الإعاذة شفاء المرأة يعني حتى مغفرة المرأة الزانية لأنه قال ليهود من منكم كانت عنده خطية خلي يرصيهم لأنه كان هو رحم ليس كالرسول محمد عندما أتته المرأة فرجمة يعني رجمة محمد الرسول يعني الصالوك قد عد ليس ك يسر النسي يسر النسي لأنه الله وغفرة للمرأة يعني وغفرة لعديد من الناس أي أما بخصوص يعني كثبت كثير يعني شكرا 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 إذنه الوحيد في مثل كرما والكرام شكرا شكرا لك شكرا طيب نكمل مع بعض اللي بنقوله إنه يحنى فكره يحنى فكره عن اللوجوس جاي من المفهوم العبري وليس المفهوم أنا أوضح الجزء ده بس في مداخلة الأخ هلال ألو ألو أخ هلال أهلا أهلا بيك أهلا 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 يعني أريد أعطيك اقتراح للحلقات القادمة يعني هناك كتاب لبارت إيرمان الكتابات المسيحية المبكرة يقول لك لو تناقش فيها يعني مثلا التنوع المسيحي يقول لك المتبنيون اليهود المسيحيون يقول لك أنه على أساس التلاميذ آمنوا على يسوع في آخر لحظة في حياته لذلك كل واحد يقدم فكرة واحد يقول لك أنه في المعمودية صار إبن الله واحد في القيامة واحد عندما أصعده الله إلى السماوات وأعطاه قوة أعطاه مجد فلذلك هناك ما يشككون يقول لك أنه أصبح أحسن من ملائكة يعني ليس الله الله لكن بالدرجة الثانية أو الثالثة فأتمنى يعني أنا عملت كم حلقة عن بارت إرمن بالأخص كتابه كيف صار يسوع إلها How Jesus became God أنا لماذا أقول كمل أنا لماذا أنا لماذا أقول هذه الكلمات لأنه الطعن في إنجيل يحنى أتى بهذا السبب يقول لك أنه مثلا إنجيل مرقص لم يتطرق إلى البلوهية يقول لك أنه فقط ملكوت الله يسوع كان ينادي فيه ملكوت الله المصدر كيو المصدر كيو ويحنى ليس له مصدر كيو أنت فاهم يعني فاهم فاهم حاضر شاء الله شكرا أشكرك أشكرك واتمنى تكون حلقة جيدة شكرا طب إزاي بقى مفهوم الكلمة مفهوم يهود عشان نبدأ نفهم الموضوع ده لازم نرجع إلى قصة الخلق كيف خلق الله الكون في سفر التكوين أصحح واحد وأصحح اثنين كيف بأي وسيلة خلق الله الكون بالكلمة الكلمة المنطوقة وقال الله ليكن نور فكان نور وقال الله ليكن جلد فكان وقال الله ليكن فكان الكلمة قال الله ليكن مجرد الكلمة كانت تخرج من فم الله كانت توجد الأشياء من العدم تخلق من العدم كويس في مصمور 33 يقول بكلمة الرب صنعت السماوات بكلمة الرب صنعت السماوات السؤال بقى المهم اللي لازم كلنا نسأله لماذا تكلم الله عندما خلق الخلية لي لي كان من المهم أن الله يتكلم ينطق لي ربنا ما خلقش الطريقة بالإيماء فيكون فيكون كويس لي بالكلمة لي بالنطق واضح السؤال لأن الله وكلمته واحد فكلمة الله التي تخرج منه تحمل نفس صفات الله وقدرة الله فبمجرد الكلمة تخرج كانت تخلق والكلمة ليست منفصلة عن الله فالله متكلم منذ البدء لم يكن هناك وقت قبل الخليقة الله صامت وإلا كنا نقول أن الله حصل له تغيير وبدأ يتكلم في وقت من الأوقات لكن الله متكلم منذ البدء ناطق بكلمته منذ البدء ماذا عن مقبل الخلق مع من كان يتكلم الله وأي لغة كان الله يتحدث بها هتقولين اللغة العربية طبعا بأي لغة كان ربنا يتكلم ومع من كان يتكلم قبل الخليقة يا سئلة تحتاج إلى إجابة إحنا كمسحيين عندنا الإجابة لها من الواضح أن كلمة الله تحمل في ذاتها قوة فمن مجرد أن ينطق بها توجد المخلوقات وكأنها تحمل الطاقة الإلهية فكلمته هي المعبرة عن مشيئته إذا أراد الله أن يعبر عن مشيئته فكلمته هي التي تعبر عنه إذا أراد الله أن يصدر منه قوة كانت الكلمة التي تخرج من فامه هي التي تخلق عش كده يقول لنا كتاب أنه عن كلمة الله فصرخوا إلى رب في دقهم فخلصهم من شدائدهم أرسل كلمته فشفاهم ويقول لنا أيضا عن كلمة الرب أنها لا ترجع فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له سؤال كيف يتواصل الله مع البشر بأي وسيلة ربنا بيتواصل مع الإنسان بكل تأكيد ربنا بيتواصل معنا بكلمته فكلمة الله هي المعبر الحقيقي والمعلن الحقيقي عن شخص الله يعني لا يوجد أي شيء يعبر عن الله أو أنه يعلن عن الله إلا كلمته والكلمة عند اليهود كلمة الله ليست شيء بل هي هي تاخد اسم المذكر أداة الإشارة بتاع المذكر كلمة الرب في تعليم اليهود كلمة الرب سواء درست كلمة دبار بالعبري أو درست كلمة ممرة بالأرامي وهي الترجمة لكلمة دبار كويس فإذا درست دبار أو ممرة بالعبري أو بالأرامي يؤكد معلم اليهود على أن الإنسان لا يمكن أن يقترب من الله الإنسان لا يمكن بأي صورة من الصور أن يقترب إلى الله فالله لم يره أحد قط كما قال يحن الحبيب لا نقدر أن نلمسه أو نقترب إليه في لهوته وفي قدسته وفي كماله لا يستطيع إنسان أن يرى الله ويعيش كويس كيف كان الله يتواصل مع الإنسان كان الله يتواصل مع الإنسان بواسطة الكلمة بواسطة كلمته هذا الوسيط هو الكلمة دبار أو ممرة اليهودي وهو الترجمة النص اليهودي إلى من العبري إلى الأرامي وفيه طبعا ترجم الأرشليمي وفيه ترجم جوناثان وفيه ترجم يعني فيه أكتر من ترجم طيب قبل ما أخذ عن الترجم اليهودي خلينا أخذ مداخلة من السعودية وخادم الرب سلام الرب أهلا بك أهلا بك أهلا وسهلا كيفك عندي بس أتمنى أشكر رب خير عندي فقط مداخلة بسيطة ربي باركك أولا لكن أنت جبت في حلقة سابقة أنه على اسم الله أنه ليس اسم الحقيقي فبس مداخلتي يعني أنه إلهنا ليس اسم الله إله الكتاب المقدس لأنه إله إسرائيل إله إبراهيم وإسخاك ويعقوب هو لا يسمح أن ينطق بإسم إله بآله أخرى هذا واحد ثاني شيء أنه لا يوجد أي كلمة اسمها عهد قديم التوراة والأنبياء إله إسرائيل لم يقل على كتابه عهد قديم وأنت تعلم من أين جاءت كلمة عهد قديم من تاريخ آباء الكنيسة فهذا كله كان لطمس التوراة وإبعاد الناس عن الإله الحقيقي إله إبراهيم وإسحاك ويعقوب ثالث شيء أنه أنت تقول أنه الناس كانت لا تقترب إلى إله إبراهيم أنت جبت من الترجوم ومن كتب اليهود جميل كويس لكن الأساس اللي هو التوراة لا كانت الناس تقترب إلى هذا إسرائيل وفي آيات أنت أكيد تعرف أكثر مني تتكلم على الاقتراب إلى إله إسرائيل وأنه قريب من الذين يدعونه بالصدر لأنه الإله لا يختلف فبموضوع اللوغوس بخصوص ردك على منقص سقر ربي باركك لكن في نفس الوقت احتملني قليلا ده تفضل لماذا فجأة الإله اللي بيتكلم بلغة مقدسة فجأة سمح بلغة يونانية بفكر مختلف بين اسمه بين أعماله والترجمة السبعينية هل فعلا الترجمة السبعينية اللي سواها بطليموس خدمت شعب الرب أم يعني بعدت الصورة الحقيقية للإله العظيم الذي لا يغير فكره ولا يغير أي شيء تفهم كيف لما يجي قول اللوغوس أو الفكر اليوناني لكن هل اليوم فعلا المؤمنين هل الفكر اليوناني أعلن لنا إله إبراهيم وإسحاقه يعقوب هل الفكر اليوناني أو الفكر ابتعاد المؤمنين عن الفكر العبري الفكر التوراتي الفكر الأصلي اللي هو يقود في ذلك كلامك طبعا لا غبر عليه أنه إلهنا بكلمته المقدسة خلق كل شيء ويخل كل شيء لكن في نفس الوقت ليس مع إله آخر ولا مع قوة أخرى ولا مع شخص آخر لأنه هو واحد إخاذ فهذه بس مداخلتي طبعا منقذ السقر منقذ السقر يعني الرب يفتح عيونه يفتقده يفتقده شاكر مقدر وشاكر الوقت شكرا لك شكرا لك طبعا يعني الله له أسماء كثيرة في العهد القديم وأعلن عن نفسه لأنه كل اسم من أسماء الله هو تعبير عن الله ويمكن أكتر اسم مستخدم هو يهوى واليهودي لا يستطيع أن ينطق يهوى حتى في نسخ المخطوطات كان في حاجة يسموها نومينة سكارة بمعنى أنه الأسماء المقدسة والأسماء المقدسة حتى ما كانوش في بعض المخطوطات تكتبوها كان في ابريفييشن لها كان في إختصار للكلمة تشير إليها لأنه حتى اليهودي إلى يومنا هذا لو أرى العهد القديم فيجي عند يهوى لا ينطق يهوى يمكن يقول هاشم الذي له الاسم أو يقول أدناي السيد الرب الله طبعا دعانا نقترب إليه لكن أنا بكلم إن الله لا نستطيع أن نقترب إليه بمعنى إنه الله في كمال شحصه في كمال مجده في كمال بهاء لا يستطيع الإنسان أن يقترب إليه لا يستطيع أبدا لكن الله دعانا إننا نعرفه دعانا أن نقتربه هو قريب مننا بمعنى إنه ليس بعيدا عنه لكن لا يوجد شخص يعني حتى لما ربنا قال موسى قال رب أريني مجدك الرب قال له ما تفع ما ينفعش ما ينفعش إنك ترى كل مجدي وتعيش لكن أنا هو أريك بس جزء من مجدي واريني أدئي إن الله في كماله وفي قداسته أكبر بكتير مما يستطيع الإنسان أن يحتمل عشي كده الله بعدما كلم الآباء قديبا بالآباء بالأنبياء وبأنواع وترق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه اللي هو كلمة الله الكلمة المتجسد المعلن عن الله عقل الله ونطق الله كلمة الرب أريك ترجوم اليهودي وده بسرعة كان بياخد كلمة الكلمة ويحولها إلى إشارة إلى الكلمة الرب في تكوين ثلاثة وعدد ثمانية يقول في النص العبري وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب الريح ويس لما ترجم ترجمها حطها وسمع صوت كلمة الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار في تكوين واحد سبعة وشرين النص العبري يقول وخلق الله الإنسان في النص الأرامي يقول وخلق كلمة الرب الإنسان ممرا خلق الإنسان كويس في تكوين في تكوين في تكوين عشرين يقول فجاء الله إلى المالك في النص الترجم يقول وجاء كلمة الرب إلى المالك طبعا أي واحد مسلم يقول تحريف امسك تحريف بدون وعي بدون أي فكر كويس لهو عارف حاجة عن اليهود ولا عارف حاجة عن كيف يفكر اليهودي عندما يقترب إلى كلمة الله في خروج أربعة عشر فخاف الشعب الرب في خروج أربعة عشر الأرامي يقول فخاف الشعب كلمة الرب وخد على كده الكثير والكثير والكثير ماذا أريد أن أقول خليني أمشي شوية في الجزء ده لن عندي جزء عايز خلصه مهم المعلم اليهودي وخبير اللغة اليهودية الفنلندي الذي آمن بالمسيح لخص تعليم الترجوم عن الكلمة فقال كلمة الرب ممرة خلق الكون كلمة الرب ممرة يكون لإله ده عبارة يعقوب لما قال ويكون للرب إلها كويس كلمة الرب ممرة آمن بها إبراهيم فتبرر كلمة الرب أعطى من خلالها الرب موسى النموس والشريعة عاش كده لما نقرى الكلمات الرسول يحنى ولو حبينا نحطها بالأرامي نقول في البدء في البدء كان με ممرأة وممرأة كان عند الله وكان ممرأة الله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ده الفكر اليهودي ده الفكر اللي متأثر بيوحنى مش الفلسفة اليونانية الوثنية يوحنى اخذ تعبير نفسه من خلال فكر اليهودي لكن يوحنى لم يأخذ كل الفكر هو اخذ التعبير لانه اليهودي لا يمكن ابدا ان يؤمن والكلمة صار جسدا وحل بيننا لا يمكن ما يبلهاش لكن في الفكر المسيحي والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب نرجع الى الجزء المهم الآخر في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان هنا بنيجي الى الجزء او الاساس الرابع اللي بيبنى عليه المسلمين وشهود يهوة طعنهم في لهوت المسيح وهو هذه العبارة خليني اروح للعبارة دي بسرعة اهي وكان الكلمة الله ام وكان الكلمة الله ام وكان الكلمة الى خلونا نسمع الفيديو التاني وهو بيحاول ينفي لهوت المسيح من خلال هذه العبارة والكلمة كان عند الله عند الله اللي هي بروس تن فيقن تن فيقن الله تن ادى التعريف فيقن الى يريد بس تقرأ من غير ما تنطق اليوناني لانه يعني بيخبط في الدماغ ماشي كم فتبقى الله والكلمة كان عند الله لكن الجملة التانية كاي فيقس ان هولوجوس كاي وفيقس المفروض انها بتترجم الاه هم ترجموها في العرب ايه ايوه وكان الكلمة الله ايوه كمل كمل يا خبير اللغة اليونانية واحنا مش هنفاصل فيه اه طبعا انا ما فيقس دي تترجم ليه الله ليه ايوه ايوه ليه انا ببساطة المسيحيين عايزين يثبتوا ان المسيح هو الله فرحوا مغيرين في النص عشان يقولوا شفت الناس بيقول وكان الكلمة الله يبقى المسيح هو الله يعني بصراحة انا مش شفتش شطارة اكتر من كده المسيحين عايزين يثبتوا ان المسيح هو الله لابا انا عايز اقولك حاجة بقى انت متعرفهاش لو الغرض المسيحي لو الغرض المسيحي من البداية انه يثبت ان المسيح هو الله والمسيح ليس هو الله بحسب الدعاء هو لو هو عايز يثبت ان المسيح هو الله كان الناس في المخطوطات القديمة حطوا اداة التعريف لآخر عبارة علشان انت وغيرك مبعاش عندكم حاجة تقولوها لكن ده اللي بيثبت انه اساسا النص لم يتغير ولم يحرف ولم يستطع احد ان يمد يده الى كلمة الله سابوها علشان انت تيجي بعدم فهمك للغة اليونانية وعدم دراستك وعدم معرفتك لاي شيء تيجي تعمل فيديو تطعن فيها يعني ماشي وكان الكلمة الله ام وكان الكلمة اله طبعا هنا بيحاول انه يبني على انه بما انه العبارة ممكن تترجم على انه وكان الكلمة الله بحسب اله بحسب فكره يبقى هنا هو بيطعن انه بما انه كلمة لوجوس تخلو من اداة التعريف التي تسبقها كويس يبقى هنا اكيد تترجم اله وليس الله وهذا كلامه كلامه خبير لغة يونانية هذا الادعاء هذا الادعاء مبني على جهل جهل بسيط جدا بقواعد ومبادئ اللغة اليونانية اللي هي يعني بينادي يقول لك لابد ان يكون في اداة التعريف وإلا الكلمة تترجم اله في قاعدة اسمها قاعدة كولول او تسميها كولول رول بتقول ايه بتقول ان الفاعل او الاسم المعرف الذي يسبق الفعل لا يخفز اداة التعريف الفاعل او الاسم المعرف الاسم المعرف هو الكلمة كويس لا يحتاج الكلمة بما انه هو معرف انه لما يقول وكان الكلمة الكلمة وكان الكلمة ما ينفعش حد اداة التعريف امام ثيوس لان الفاعل او الاسم المعرف الذي يسبق الفعل لا يأخذ لا يأخذ اداة التعريف هنا جاءت الكلمة ثيوس وهي الاسم المعرف الفاعل بدون اداة التعريف لان الفاعل جاء قبل الفعل كان وكان الكلمة وفي اليوناني ثيوس جاءت قبل وكان وكان الكلمة فكلمة الله هنا معرف الكلمة ولهذا تأتي كلمة الله ثيوس دون اداة التعريف لانها لا تحتاج الى اداة التعريف حسب القاعدة اليونانية ماذا يقول دكتور اماد شحادة بيقول ان الترجمة كان الكلمة الهن هي ايضا ترجمة خاطئة لعدة اسباب اولا اعرابيا اولا اعرابيا عندما يتقدم الخبر المعرف والمحدد في النص على الفعل يكون الخبر معرفة من دون اداة التعريف واما اذا تبع الفعل فسوف يستوجب وجود اداة التعريف هذا ما هو معروب بقانون كولويل لكن هو لا يفهم شيء عن كولويل ولا غيره حاجة تانية نصيا في مقدمة انجيل يوحنى وردت كلمة الله دون اداة التعريف خمس مرات من اصل السبع مرات يعني من اصل في المقدمة من واحد لتمنتاشر ذكرت كلمة الله دون اداة التعريف وترجمة الله ما احتاجتش اداة التعريف منها مرسل من الله اولاد الله ولد من الله الله لم يره احد كل هذه كويس بتؤكد لنا انه نصيا من ناحية نصية انه كلمة الله ذكرت بدون اداة التعريف وترجمة الله مش اله ثالثا منطقيا ان يوحنى قال الكلمة كان عند الله والكلمة كان الله لو قال كده وكان الكلمة والكلمة كان الله يبقى هنا تناقض رابعا رابعا لهوتيا ان ترجمة الكلمة كان الها تتناقض تتناقض اسرار الكتاب المقدس القوي على وحدانية الله الامر الذي كان يوحنى بلا شك على علم به ومؤمنا به كل الايمان من فاش يكون عندنا الهين هو اله واحد خامسا لو ان يوحنى اضاف اداة التعريف الى كلمة فان هذا ينفي التمييز بين الاقانيم ويصبح عندها اقنوم الاب الابن هو اقنوم الاب ده في كتاب الدكتور عماد شحادة الاب والابن والروح القدس الاله الواحد المسيح هو الاله الحق المسيح هو الاله الحق يحنى نفسه نفسه هو الاله الكلمات ونعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع الذي هو الاله الحق والحياة الابدية يسوع المسيح هو الاله الحق أولثينو الثيوس لان الله الحق بمعنى الاله الاصلي لا يوجد اله اصلي الا شخص الرب نفسه يسوع المسيح اجابته ما وقال ربي والله يحنى بيبدأ انجيله بتأكيد لهوت المسيح وبينهي انجيله بتأكيد لهوت المسيح ويجي ويجي لي واحد لا هو فاهم ولا عارف ويقول لك المسيح لم يكن اله ولم يكن هو الله وده مصيبة اللي احنا عايشين فيه هذه الايام مع الاخوة الذين دعون انفسهم انهم دعات فالى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم اشتركوا في القناة